اخبار اليوم. اهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ نيفين مع مرورة اخبار اليوم وحلوات عيد الفطر المبارس. اه النهاردة ان شاء الله هنعمل لكم بسكوت النشادر. عندنا المقادير نصف كيلو من الدقيق. عليهم مية وخمسين جرام من السكر البودرة. عليهم ربع كيلو من السمنة او الزبدة. عندنا تلت بدات. وربع فنجان اه صغير من اللبن. ومعلقة كبيرة باودر ومعلقة صغيرة فانيليا ومعلقة صغيرة النشادر. بس النشادر هنحطها في علبة. علشان اه مطرش الريحة بتاعتها. قبل بس ما نبتدي هنستخدم كيس الحلواني ده بالشكل ده. للي ما عندوش اه اه الماكناة بتاعت البسكوت لان هي مش متوفرة في حتة كتير. هنبتدي بقى اول حاجة. نوسع الدنيا هنا كده. هنجيب حاجة كبيرة. وهنحط السكر البودرة. بتاعنا. بتأكد بس مرفوش كتل او حاجة. بشكل ده. هنحط له السمنة وهنضرب مع بعض لحد ما يبقى زي الكريمة. بشكل ده نجيب بقى المضرب ونضربهم انا بس عشان نسكول. عشان بس الصوت هضربهم وهرجع لكم. هنا هو انا ضربت السمنة مع السكر. بقت باللون ده واحنا شغالين دلوقتي هنخلي الكاميرا. هنحط البيض واحدة وراء التانية. نتأكد ان البيض اللي سامنا كلها سربائي. نتأكد ان اتجاركي مخلص انا روسي인이 اتجاركي مخلص انا نتأكد ان البيض وشد العديد اشتركوا في القناة 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 اهو تاني زي ما حضرتك شايفة العجينة بتجري معنا في الكيس ونعمة اشتركوا في القناة 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 ثلاث صواني صغيرة البسكوتة اهو بعد ما طالع من الفن وحطيته في الطبقة بعد ما برد ويتقدم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة